السلام عليكم. اليوم ان شاء الله درس ديال التوازي كيفاش هالرسمون بمستقيما متوازيا بزر ديال تلامت تاجيهم صعب رغم انه بسيط ان شاء الله تبعوني ويكون خير ان شاء الله اول حاجة كنحتاجو في الادوات ديالنا اللي غنستعملو هاد الكوس هذا يعني كيكون على شكل متلات واللي كنحتاجو في هاد الكوس خصوصا هاد الجانب هاد اللي كيكون على شكل زاوية قائمة هاد هاد البلاثة هاد هاد البلاثة هاد من الكوس هي اللي كنحتاجوها باش كنخدمو التوازي ديالنا ودائما دائما كنصح بها جميع التلاميذ فاش نكونو كنخدمو الهندسة نخدمو باقلام مثلا خدموش بسيرو ديالنا كنخدمو بالاقلام اول حاجة شنو سنديرو ترسمو واحد مستقيم على هات الشكل هذا مستقيم وتنسموه مستقيم مثلا دي كناخدو كيف قولت الجانب اللي كيكون على شكل زاوية قائمة من المثلة ديالي ولا من الكوس ديالي وتنحطو مباشرة مقد مع المستقيم اللي رسمت باش كيكونو بزوجهم زاوية قائمة لاحظو وخصني ضروري القلم ديالي نعاود ندوزو فوق هاداك خصو يكون كيدوز فوق المستقيم اللي رسمت في اللول باش كيكون عندنا التوازي ناجح وكررسمو واحد شريطات على هات الشكل هذا يعني خطوط متقاطعة على هات الشكل هذا لاحظو كصو يكون هنا زاوية قائمة تكون ليا زاوية قائمة مع هاد التقاطع هاد اللي رسمنا كنعاود ناخد نفس المسألة كيف قلت لكم في اللول كنحتاجو الجهة اللي في هالزاوية قائمة كنناخدو هاد جهة الصغيرة ديال الكوس ديالي كنعاود نحطا فوق ذاك التقاطع اللي رسمت في اللول على هات الشكل هذا كيف قلت نفس المسألة خص تقاطع يعني يكون مقادل درجة بان نعاود ندوز القلم ديالي على ذاك التقاطع يدوز لاحظو ها هو نفسه فوق منه باش توازي ديالنا يكون ناجح وعاد كنعاود نرسمو المستقيم اللي كانت سننوحنا يكون هو المتوازن مع المستقيم ديالي مثلا نسموه ديبريم أو دي واحد وكنكملو ديالي ساعات المستقيم ديالنا على هات الشكل هذا بزاف تنامين متى يبدوش متى يضغطوش بزاف على المسترات ديالهم ولي على الكوس باش فاش يكونوا كيرسمو للمستقيمات لا تضغط على المسترات ديالك ولي على الكوس وعاد دوز الخط ديالك عاد رسم المستقيم ديالك سينو را غاي بدي يدك ما غا تكون شاي تابطا في الرسم وهنا كنكون نصوبنا المستقيمان المتوازيان ديالنا معا للفيديو را ها تهير بالتليفون سكيفة يجيشي شويش كيبالكم را كيبحل را ها عي وجهنا ولا كيلا را هم قاد را هم توازي لو وقفتوا على الشكل هذا رغي بلكم بأنه مستقيمان متوازيان عود الفيديو مرة وزوج مرة وزوج مرة وزوج وتبع للمراحل اللي دست منها يعني ليزا تابلي قادت وان شاء الله غا دي تقنوا ترجمة نانسي قنقر